تم إقامة معرض افتراضي لطلاب التعليم المسيحي الكلدان في الأردن حيث اجتمل المعرض على أعمال فنية من صنع الأطفال وأيضاً منتوجات محلية من غذائية ونسيجية خاصة بعيد الميلاد المجيد وعرب الأب زيد حبابي عن بالغ فخره وسعادته بهذا العمل الذي تم ضمن الظروف الحالية التي يعيشها الوطن والعالم وأضاف أن الرعية وطلاب التعليم المسيحي اعتادوا أن يقيمون معرضاً سنوياً لعيد الميلاد وبهذه السنة تم تنفيذه افتراضياً لكي يحافظوا على هذا التقليد السنوي وأن يعمى فرح الميلاد في قلوب الأطفال وعائلاتهم بالرغم من الظروف السائدة التي يعيشونها